السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في مادة الدراسات الاجتماعية نراجع درسنا السابق ونجيب على السؤال التالي تتكون الخريطة الطبغرافية من مجموعة خطوط ورموز وأشكال وحروف ما أهميتها؟ تعرفنا أو عرفنا أن الخريطة الطبغرافية تحوي على الكثير من الرموز والخطوط والأشكال والحروف فما أهمية هذه الأشكال في الخريطة الطبغرافية؟ أحسنتم تبرز المعلومات والتفاصيل الممثلة لسطح الأرض من أجل إيصالها إلى من يستعمل الخريطة ليتمكن من قراءتها وتفسيرها عرفنا أن الخريطة الطبغرافية توضح لنا أو تمثل لنا معالم سطح الأرض تمثيلا دقيقا أو تصوير ثلاثي الأبعاد وتحوي الخريطة الطبغرافية على الكثير من الرموز والألوان والحروف التي ترمز إلى معلومات كثيرة يستطيع من يشاهد الخريطة الطبغرافية أن يقرأ المعلومات فيها من خلال هذه الخطوط والرموز إذن تبرز المعلومات والتفاصيل إذن ما الفائدة أو ما أهمية الخطوط والرموز والأشكال والحروف على الخريطة الطبغرافية إذن هي تبرز لنا المعلومات والتفاصيل الممثلة لسطح الأرض إذن من خلال هذه الحروف والرموز والأشكال نستطيع معرفة المعلومات والتفاصيل الموجودة على سطح الأرض من خلال هذه الرموز على الخريطة إذن تساعد هذه الرموز والخريطة الرموز والحروف والأشكال وأيضا الخطوط تساعد قارئ أو من يريد معرفة أو من يقرأ الخريطة الوصول إلى معلوماتها وقراءتها وأيضا تفسيرها من خلال هذه الخطوط والرموز ما هي محتويات الخريطة الطبغرافية الخارجية؟ عرفنا أن الخريطة الطبغرافية لها محتويات خارجية ومحتويات داخلية فما هي محتويات الخريطة الطبغرافية الخارجية؟ هي أحسنتم اسم الخريطة وأيضا رائعين رقم الخريطة من خلال قراءة هذا الرقم ما قد نستطيع معرفة موقعها على سطح الأرض أيضا رائعين دليل الرموز والمصطلحات مقياس الخريطة والتجاهات الشمال هذه أهم المحتويات الخارجية للخريطة الطبغرافية فهي تحتوي على اسم الخريطة لا بد من وجود اسم الخريطة لهذه المنطقة أو هذه الظاهرة سواء كانت طبيعية أم غير طبيعية التي تمثلها الخريطة أيضا رقم الخريطة من خلالها نعرف موقع الخريطة أيضا من محتويات الخريطة الطبغرافية الخارجية هو دليل الرموز والمصطلحات أو يسمى بدليل الخريطة أو مفتاح الخريطة من خلال هذا المفتاح نستطيع قراءة الخريطة معرفة المعلومات ومعرفة التفاصيل أكثر من خلال الرموز الموجودة أيضا مقياس الخريطة وهو مقياس الرسم المتبع لرسم الخريطة هناك أنواع مختلفة ومتعددة لمقايس الرسم مقايس رسم الخريطة نسبية ومقارنة وخطية وغيرها من الأنواع أيضا اتجاهات الشمال التي توضح لنا اتجاه الشمال الموازي لخطوط الطول إذن من خلال وجود اتجاهات الشمال نعرف أن الجهات الخريطة فالجهة الأمامية لهذا السهم هو الشمال الجنوب والغرب والشرق لذلك نعرف الاتجاهات نتمكن أكثر من معرفة المعلومات وقراءة الخريطة صل العمود ألف بما يناسبه من العمود ب لدينا في العمود ألف محتويات الخريطة الخارجية وهي اسم الخريطة ورقم الخريطة ودليل الرموز والمصطلحات ومقياس الخريطة واتجاهات الشمال بينما العمود با بعض المعلومات عن محتويات الخارجية هو نصل العمود ألف بما يناسبه من العمود با يعرف بامتاح الخريطة هو النسبة بين المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية التي تمثلها عنوان خاص بالخريطة الطبغرافية رقم يدون على الخريطة أسهم يشار إليها خارج الخريطة إذن اسم الخريطة ماذا يعني من العمود با؟ أحسنتم هو عنوان خاص بالخريطة الطبغرافية رقم الخريطة رائعين رقم الخريطة وهو رقم يدون على الخريطة دليل الرموز والمصطلحات أحسنتم هو يعرف بمفتاح الخريطة كما ذكرنا أو دليل الخريطة الذي يوجد عليه الرموز والحروف والأشكال أو الخطوط التي استخدمت في الخريطة وكل رمز إلى ماذا يعني من خلال هذا المفتاح نستطيع قراءة المعلومات والتفاصيل على الخريطة الطبغرافية مقياس الخريطة وهو أحسنتم هو النسبة بين المسافة الخريطة والمسافة الحقيقية التي تمثلها باستخدام أحد مقاييس الرسم نستطيع إيجاد نسبة تقريبية لتمثيل مساحة معينة أو جزء من سطح الأرض على سطح الخريطة من خلال استخدام مقياس الخريطة اتجاهات الشمال وهي أحسنتم هي أسهم يشار إليها خارج الخريطة وهذا السهم دائما يكون موازي لخطوط الطول من خلال هذا السهم نعرف اتجاهات الخريطة اليوم بإذن الله نقوم بحل أسئلة تقويم درس الخريطة الطبغرافية ونجيب على الأسئلة السؤال الأول في تقويم الوحدة يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف هدف الخريطة الطبغرافية تمثيل باطل الأرض العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة خاطئة لأن الخريطة الطبغرافية تقوم بتمثيل سطح الأرض وما يوجد عليه من ظواهر طبيعية مثل الجبال والأودية والأنهار وغيرها من مظاهر طبيعية أو غير طبيعية مثل المدن المباني الطرق السكك الحديدية وغيرها من المظاهر الغير طبيعية التي هي منصن الإنسان با تساعد الخريطة الطبغرافية على تحديد السمات الطبيعية لسطح الأرض الإجابة أو العبارة أحسنتم العبارة صحيحة فهي تظهر لنا السمات الطبيعية لسطح الأرض من خلال تمثيل التضاريس وأبرز الأشكال لسطح الأرض على الخريطة جيم الخطوط الكنتورية هي تمثيل ثلاثي الأبعاد لسطح الأرض العبارة رائعين العبارة صحيحة تساعد الخطوط الكنتورية على رؤية شكل الأرض من خلال الارتفاع العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم رائعين العبارة صحيحة لأن خطوط الكنتور هي تمثل لنا مستوى الارتفاع والانخفاض على سطح الأرض من خلال الخطوط الكنتورية فهي توضح لنا إذن شدة درجة الارتفاع أو درجة الانخفاض على سطح الأرض نعرف أن الخطوط الكنتورية هي عبارة عن خطوط كلما تقاربت إذن هي تعني أو تمثل أحسنتم مرتفعات على سطح الأرض وإذا تباعدت الخطوط الكنتورية إذن تدل على الانخفاض أو عدم شدة الارتفاع في هذه المنطقة السؤال الثاني يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي الخرائط الطبغرافية مهمة لأنها تمثل المناخ أم تمثل الاقتصاد أم تمثل مناطق السياحية أم ظواهر سطح الأرض من خلال دراستنا الخرائط الطبغرافية عرفنا أنها تمثل المناخ أحسنتم المناخ لنستطيع تنسيله من خلال الخرائط الطبغرافية إذن هي لا تمثل المناخ هل تمثل لنا الاقتصاد رائعين أيضا لا تمثل لنا الاقتصاد وليس بمهام الخرائط الطبغرافية هل توضح لنا أو تمثل لنا المناخ السياحية فقط؟ رائعين ليست الإجابة الصحيحة إذن الخرائط الطبغرافية مهمة لأنها تمثل رائعين ظواهر سطح الأرض ماذا تشمل عندما نقول الظواهر سطح الأرض؟ إذن هي تشمل الظواهر الطبيعية والغير طبيعية الظواهر الطبيعية مثل أحسنتم رائعين مثل الأقاليم التضاريسية البارزة لسطح الأرض مثل الجبال، الوديان، السهول، الأنهار وغيرها من مظاهر تضاريسية أو أشكال سطح الأرض أيضا تظهر لنا الخرائط الطبغرافية الأشكال أو الظواهر الغير طبيعية وهي يقصد بها البشرية أو ما هي من صنع الإنسان مثل المدن والمباني والطرق السكاك الحديدية، الجسور، الأنفاق، المطارات وغيرها من الظواهر غير طبيعية ويقصد بغير طبيعية أي من صنع الإنسان فالخرائط الطبغرافية هي شاملة أو توضح لنا ظواهر سطح الأرض اتجاهات الشمال في الخريطة ثلاثة ذكرنا من محتويات الخارجية للخريطة الطبغرافية اتجاهات الشمال يوجد هناك ثلاثة أنواع من اتجاهات الشمال منها الشمال الطبغرافي أم المغناطيسي أم الشرقي أم الغربي من اتجاهات الشمال التي عرفناها هل يوجد باسم الشمال الطبغرافي؟ رائعين لا يوجد شمال طبغرافي الشمال المغناطيسي رائعين نعم من اتجاهات الشمال هو الشمال المغناطيسي ولا يوجد ما يسمى بشمال الشرقي ولا الشمال الغربي إذن لدينا الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي والشمال الفلكي وهي من اتجاهات الشمال في الخريطة الطبغرافية في المناطق المرتفعة تكون خطوط الكنتور متقاربة متباعدة متساوية أم أفقية عرفنا أن الخطوط الكنتورية هي من أكثر ما يمثل الظواهر الطبيعية على الخريطة الطبغرافية فهي تمثل لنا أو تبين لنا شدة الارتفاع أو الانخفاض في المناطق من خلال خطوط الكنتور فالمناطق المرتفعة نعرفها على خطوط الكنتور أو على الخريطة من خلال خطوط الكنتور عندما تكون متقاربة أم متباعدة إذا كانت متقاربة هل هي تمثل مناطق مرتفعة أم إذا كانت خطوط الكنتور متباعدة تمثلان مناطق مرتفعة أم إذا كانت متساوية أو أفقية إذن أحسنتم رائعين إذا كانت الخطوط متقاربة إذن تدل على ماذا؟ على مناطق مرتفعة فكما عرفنا أن خطوط الكنتور كلما زادت نسبة التقارب والمسافات تقاربها إذن دل على وجود مناطق مرتفعة ونلاحظ أنها توجد خطوط الكنتور بشكل أو تمثل على الخريطة بشكل متقارب بينما المناطق المخفضة تكون خطوط الكنتور فيها متباعدة فنعرف درجة المناطق المرتفعة ومنخفضة من خلال تقارب خطوط الكنتور خطوط الكنتور هي خطوط حقيقية توجد على الأرض أم مهمية أم تفاعلية أم تماثلية عرفنا من خطوط الكنتور أنها كلما تقاربت يدل على ارتفاع شديد وكلما تباعدت يدل على انخفاض شدة الارتفاع أو على انخفاض المنطقة وعرفنا أنها خطوط متوازية لا تتقابل إذن هي تمثل لنا خطوط متوازية بذلك نعرف مدى أو شدة الارتفاع أو الانخفاض من خلال تقارب أو تباعد الخطوط هل هذه الخطوط حقيقية؟ الإجابة أحسنتم الإجابة هنا خاطئة لا نستطيع أن نقول أن خطوط الكنتور حقيقية بل هي خطوط رائعين إذن هي خطوط وحنية ترسم على الخريطة مثل تقسيم سطح الأرض إلى دوائر عرض وخطوط طول دوائر العرض أن نعرف أنها أو من خلالها نعرف أو تقسيم الأقاليم المناخية خطوط الطول نعرف من خلالها التوقيت الزمني وهذه جميعها خطوط وهمية من خلالها استطعنا معرفة المعلومات الكثيرة عن المناطق واختلافها وتباين هذه المناطق أيضا خطوط الكنتور هي خطوط وهمية ولكن من خلال تمثيل هذه الخطوط نستطيع معرفة المناطق المرتفعة والمنخفضة على الخريطة الطبغرافية يكتب اسم الخريطة الطبغرافية باللون الأحمر أم البني أم الأسود أم الأخضر عرفنا من محتويات الخريطة الطبغرافية الداخلية هو وجود الألوان والرموز والمصطلحات عرفنا أيضا أن الألوان على الخريطة الطبغرافية تمثل كل لون يمثل ظاهرة معينة أو يمثل شيء هام على الخريطة فدائما أو عرفنا أن أحد هذه الألوان من خلال أو باستخدام هذا اللون يكتب اسم الخريطة هل هو اللون الأحمر أم اللون البني أم اللون الأسود أم اللون الأخضر هل يكتب اسم الخريطة باللون الأحمر؟ أحسنتم خطأ اللون الأحمر هو يشير في الخريطة الطبغرافية إلى الشوارع اللون البني رائعين أيضا لا تكتب اسم الخريطة الطبغرافية باللون البني لأن اللون البني هو يستخدم لتنثيل أو للتضاريس أو المناطق المرتفعة كالجبال اللون رائعين اللون الأسود يستخدم لكتابة اسم الخريطة بينما اللون الأخضر يستخدم لماذا؟ أحسنتم رائعين يستخدم اللون الأخضر للمزارع والنباتات أو الغطاء النباتي على سطح الأرض فيستخدم اللون الأخضر فبذلك من خلال هذه الألوان نعرف قراءة الخريطة ومعرفة معلوماتها وكل لون وما يدل عليه من معلومات السؤال الثالث من رموز الإصطلاحية في الخريطة؟ من خلال معرفتنا المحط سوايات الخريطة الطبغرافية الداخلية عرفنا أنها تتكون من الألوان وعرفنا دلائل الألوان وكل لون ماذا يمثل وأيضا الرموز الإصطلاحية في الخريطة فما الرموز الإصطلاحية؟ أحسنتم رائعين الرموز الإصطلاحية في الخريطة هي دلالات رمزية بصرية تستخدم لإظهار ما هو موجود على سطح الأرض عرفنا أو باستعراضنا للخرائط الطبغرافية التي تستخدم فيها الرموز الإصطلاحية وجدنا مجموعة من الرموز التي تدل على لو أردنا أن نمثل ظواهر بشرية مثل المباني أو المطارات أو المزارع أو سكك الحديدية من خلال استخدام هذه الرموز الإصطلاحية على الخريطة من خلال مفتاح الخريطة نعرف دلائل هذه الرموز وإلى ماذا ترمز أيضا نستطيع استخدام الرموز لتوضيح أبار النفط إلى توضيح الواحات أو إلى المناطق الجبلية أو إلى وجود مزارع من خلال هذه الرموز إذن هي دلالات رمزية بصرية لإظهار ما هو موجود على سطح الأرض وبذلك وصلنا إلى نهاية درسنا هذا اليوم بعد أن أجبنا على أسئلة الدرس أشكركم على حسن صعائكم وتفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة